السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه ان شاء الله تكونوا بالف خير وفي احسن حال وباحسن صحة انا شايماء حسن ودي قناتي لو تشوفوني الاول مرة ريتشرفوني بالسبسكرايب واللايك والشير طبقا النهاردة طبق مميز جدا هنعمل النهاردة كباب الحلة شوية بهارات وحركات كده هنطلع احلى كباب حلة وهنطلع احلى رز بلسان العصفور يستهل بققكم هنعمل النهاردة كباب الحلة بصوص ومنتهى الجمال ومنتهى السهولة مش هياخد مننا عشر دقيق في الشغل يلا بينا بقى نسمي الله ونبتدي في المقاذير والطريقة على طول نص كيلو لحمة مقطعة مكعبات وتكون حجمها متوسط يعني مش عايزين اللحمة بتاعتنا تكون حجمها كبير ولا يكون حجمها صغير او وكمان معايا نص كيلو من البصل كباب الحلة يعني بصل نص كيلو من اللحمة عليها نص كيلو من البصل واتنين طماطم كبيرة وواحد فلفل رومي واربع فصوص طوم وكمان البهارات بتاعتنا واحدة ورق لورة وربع معلقة حبهان على لورة انا بطحنهم في البيت وكمان نص معلقة من البهارات السبعة ونص معلقة من الفلفل اسمر وكمان ربع معلقة من السكر وربع معلقة من الجنزة بين طبعا السكر عشان يسرع عملية السوى وطبقنا ما ياخدش وقت يلا بنا بقى نبتدي نسوي الطبق بتاعنا او نشتغل في الطبق بتاعنا اول حاجة انا معايا صنية نزلت فيها معلقة كبيرة من السمنة سبتها تسيح وخلي الحاجة اللي انا بسوي فيها سواء كانت طاصة او صنية او حلة تخليها تسخن كويس جدا جدا علشان اللحمة بتاعتنا تاخد صدمة والسوايل كلها تبقى موجودة جوه اللحمة وما تنشفش من لنا ويكون طعمها حلوة قوي وجوز نزلت بقى باللحمة بتاعتي كده بالطريقة دي ولو تلاحظوا ان انا حتة اللحمة اللي معايا ملبسة شوية علشان يبقى تدي كده دسامة شوية للطبق لكن لو مش حبة طبعا اللحمتك تكون دسامة شوية طبعا ممكن تجي بيها حمرة وتشتغل بيها هبتدي ان انا اقلب اللحمة بتاعتي بالشكل ده وتأكد ان كلها اخدت نفس اللون وكلها اخدت صدمة من جميع النواحي بعد حوالي 3-4 دقيقة على النار حنزل بالبهرات علشان تاخد تشويحة ومن السخنية تبدأ تتحمس وتطلع الروايح بتاعتها كلها ويا ريت يا جماعي وفضل ما انكترش بهرات عن كده لو تلاحظوا انا حطة من كل حاجة ربع معلقة نص معلقة بالكتير نزلت بالطوم عشان يطلع ريحته ويتحمر يعني نصة احميرة كده ويدي طعم حلو كل وراء بعض يعني بين كل خطوة والتانية حوالي دي اواحدة هقلب برضو شوية كده ولو تلاحظوا ان في كرملة حصلت معايا في الصينية وده طبعا هيطلع لون حلوة قوي قوي لكباب الحلة كباب الحلة بيطلع اللون بتاعه منين من تحميرة اللحمة بتاخد لون حلو فبتدي لون الحلو ده لكباب الحلة بعد كده هنزل بالبصل بتاعي انا مقطعه في الكبه خيشن شوية على فكرة ممكن تقطعي باستكينة باي طريقة هو كده كده هيتهرى مع السوا هقلب البصل كده في اللحمة كويس قوي وتأكد انه توزع وكمان دبل مش عايزة احمره انا عايزاه بس يدبل حاجة بسيطة هقلب بالشكل ده ونشوف بقت كده هنعمل ايه بعد ما تأكدت ان البصل بتاعي بدأ يدبل وخلاص دخل في السوا هبتدي انه انا انزل المكونات اللي بقية معايا وهي الطماطم والفلفل هنزل بقى بالطماطم والفلفل وممكن تحطي سلطة كمان بس انا حبيت طعم الطماطم الفرش بيدي طعم حل هقلب بقى كل الكلام الحلو ده كله مع بعضه كده واسيب كل المكونات دي تمتزك حلوة قوي اللحمة مع البصل والطماطم والفلفل واول ما حس انها بدأت تشرب المية يعني بصوا هي ده بلد تماما ونزلت المية وشربتها كمان هبتدي ان انا اضيف كباية من المية هبتدي حط بعد كده كباية بكباية اول ما كباية المية دي اللحمة تشربها بحط كباية بكباية لحد ما اللحمة تستوي كويس قوي واحس ان الصوص بتاعي بقى حاجة واحدة كده والبصل بدأ يختفي هيلا بينا نعمل بقى الرز بتاعنا الجميل هنعمل الرز بلسنة العصفور فات معلقة من السمنة ومعلقة من الزيت والزيت بيعمل حاجة حلوة قوي قوي في الرز انه بيطلعه لفلفل حلو وكمان بيلمع نزلت بحوالي تلت كباية او نص كباية من لسنة العصفور واسيبه يتحمر حيو قوي كده لحد ما ياخد اللون القشقر ده وبعد كده هنزل بالرز بتاعي رز مخصول دول حوالي كبايتين رز غسلتهم وصفتهم ونزلت بيهم على لسنة العصفور طبعا كباب الحلة دلوقتي شغال في السوى اول ما هي استوي هبتدي انا احط له الملح لان ملح مع لحمة يعني اللحمة مش هتستوي طبعا مهما كانت هي بتستوي بسرعة هقلب او اشوح كده الرز في المادة الدهنية مع لسنة العصفور علشان يبقى مفل في المعية وده سر الفلفلة ان انا بحمر او بشوح الرز مع المادة الدهنية وكمان بنزل بالملح وحتلاحظوا كده ان الرز بدأ يتكتل نبتجي على طن نضيف المية هحط بقى مقدار المية ومقدار الرز يعني لو معايا كبايتين من المية معايا سوري كبايتين من الرز هحط كبايتين من المية وكمان هعمل حساب لسنة العصفور هزود خسب المقدار اللي انا حطوه يعني انا حطيت كبايتين ونص من المية هتأكد من الملح بتاع المية بتاعتي المية الرز وبعد كده هسيبه بقى يتردد كده على نارها دي اول مشرب ميته وده شكله مفرفر ومفلفل وحلو قوي كباب الحلة بتاعنا استوى خلاص هبتدي ان انا اضيف له الملح وانحاسب في الملح جدا يا جماعة لان كباب الحلة بيظهر فيه الملح جدا بصوا لونه طحفة 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 وطعم في منتهى الجمال الصينية دي اتنصفت بامر الله وبفضل الله صوس ولحمة دايبة خالص خالص هيجا كده من الاخر طبق من الاخر بالهنة والشفة على قلبكو ان شاء الله عملنا النهار ده كباب الحلة صوس وبطريقة مميزة جدا وبهارات صغاية في التميز والجمال وعملنا كمان رز بالسنة العصفور زي ما شايفين كده رز حبة بحبة مش معجن ومفلفل جدا جدا يا رب بتكون حلقة النهار ده عجبتكو وضيوفي اللي بيشوفوني الاول مرة يا ريت ما ينسوش السبسكرايب واللايك والشير وحبايبي المشتركين العزاز الجمال اللي بيخشوا لكل فيديو ويدعموني ويشجعوني ألف شكر لكم جدا بحب أوجه لكم تحية وسلام وأقول لكم ربنا يدمكم يا رب تابعوني دايما وبس فيديو النهار ده خلص على خير بحبكم جدا في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته